تم بالرباط التوقيع على اتفاقية تعاون مغربية إسبانيا تهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء والشباب من خلال ريادة الأعمال في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووقع لاتفاقية كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ناديا فتح العلوي وسفير إسبانيا بالرباط ريكاردو دياز أوشليتنر رودريغاز وممثل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب إغناسيو مارتينيز بولودا هذا الاتفاق جاف إطار مواكبات ودعم إعادة إقلاع قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عنده واحدة كلفات قريباً ديالستمائية ألف أورو هذا المشروع إن شاء الله يمكن عدد كبير من النساء والشباب لكي يحصلوا على الدعم والمواكبة من أجل الاستمرار في الناشط الاقتصادي ديالهم سيكون عندهم كذلك المواكبة في تقوية التقنيات ديالهم وتدبير ديالهم سنعمل من أجل تمكين النساء والشباب في تطبيق لخامس أهداف التنمية المستدما من خلال هذا المشروع الموجه لأزد من ثلاثة آلاف من النساء والشباب الحاملين لمشاريع مبتكرة هذا المشروع مقدر بستة ألف يورو التي يمكن أن تزيد مستقبلاً ومن بين الأهدف المسطرة لهذا البرنامج من التعاون المغربي الإسباني تطوير القدرات التقنية والتدبيرية والثنظيمية للنساء والشباب الذين يعملون في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجهة الأربع المستهدفة بهذا المشروع ووضع بنيات متطورة للإنتاج وذات مردودية لضمان استمرارية الأنشطة داخل منظومة متكاملة ومدمجة لمختلف هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسين مناخ الأعمال لمقاولات النساء والشباب العاملين في المجال